بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه عبدالصلاة وتم التسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري والسري أمري وحلو أخذتهم من لساني يفقه قولي جيل 2006 أهلا وسهلا فيكم كمان مرة مرة تلوى المرة بتسبب تقولي إنكم طلاب رائعين إحنا بشعار اثنين ونهسة وإنتوا قاعدين بتحضروا حالكم لمرحلة التوجيه بإذن الله بإذن الله step by step خطوة خطوة رح نوصل للعلامة الكاملة بإذن الله طبعا يا جماعة قبل ما نبلش في البث برجوا عنا اليوم في تربيح أشياء يعني ما بتتخيلوها طيب إحنا الحصة الماضية أو إحنا هاي الثالث حصة the first class talked about اللي هو how to make a sentence كيف نعمل جملة second class اللي هي elements of sentence عناصر الجملة اليوم بدنا نخش في موضوع الverbs موضوع شو؟ الأفعال قبل إياك يا جماعة شاركونا البث خلوا العالم تستفيد خلوا طلاب غيركم يستفيدوا تمام؟ يلا أهل وسهلا فيكم أهل وسهلا في الجميع طيب يلا تعالوا معنا ننتقل طبعا أهم إشي أستاذي دوسيتي التأسيس على منصة جو أكاديم موجودة حاليا طبعا متوفرة خلال السبوع زمن تمام؟ في جميع محافظات أو مكاتب المملكة فاقتنيها ما قدرت تخدها تقدر تبعث لي على الواتساب تتواصل مع الصفحة وبإذن الله بوصلك الملف طيب تعملوا وسهة نعرف قبل هيكا طبعا دوسيتي لازم تكون معك طبعا إحنا محضرين لكم أشياء كتير حلوة في دوسية التأسيس تعالوا يا جماعة يا الله على الفعل يا جماعة باختصار باختصار شديد لأننا 77 طالب على الباث يا جماعة شركوا أكثر حتى الله يعافيكو يا رب حتى الكل يستفيد نمام؟ هي صنة 84 يا الله يعافيكو يا رب حبايب العلبي يو تعالوا معنا رابزوا معي قلني يا أستاذ الفيرب لس احنا عنا سابجكت عنا فيرب عنا اوبجكت تمام؟ ايه تمام طيب أستاذي بدون الفيرب there is no sentence بدون بدون الفيرب بدون فعل ما في جمل عمرك شبت سيارة أستاذي تمشي بتلاتة عجال؟ أكيد لا مستحيل لايباتنا أيوم كل يوم أحد من الساعة خمسة للساعة ستة لأيون الفين وستة عمرك شبت سيارة تمشي بدون عجال؟ لا عمركو يعني ممكن نحكي طيارة بتطير بدون جناحات؟ برضو أكيد لا فالفعل قيس عليهم الـ verbs اشي اثنشل ضروري يكون موجود ضروري انه يكون شماله موجود طيب نيجي هسا على أنواع الأفعال طبعا فيه أنواع يكشير للأفعال عنا أول نوع يهو main verb وعنا اشي اسمه holding verb نعمل مراجعة سريعة نعمل مراجعة شمالها سريعة طيب الـ main verb يا جماعة الـ main verb يا جماعة اللي فيه اكشن حدث فيه اكشن شي يعني فيه اكشن استاذي استاذ انا شو بسوي حاليا الطلاب اللي بيشوفوني حاليا الله عافيكم يا رب كيف شو بسوي اول اشي انا رايت بكتب فيه حدث فيه اكشن انا بكتب قاعد انت شو بتسوي واتش تشاهد تمام؟ هذا اشي اسمه بنسميه فعل رئيسي او حدث رئيسي طيب سؤالي لكم سؤالي لكم لما اجي احكي لك المنزل جميل المنزل واسع وين الفعل بالجملة يلا ان بعلش اثرها بعلش ناسرك لما اجي احكي لك استاذي المنزل جميل الطيارة غالية وين الفعل بالجملة يلا يا جماعة شارك وتفاعر يلا وين الفعل بالجملة يلا شماعة امي نار مالنا طيب ممتاز انه اية المنزل واسع نعيد كمان مرة المنزل جميل المنزل واسع وين الفعل بالجملة العربية الفعل اللي بالجملة العربية اللي باللغة العربية يا ربي وين الفعل ولا واحد جاوب صح ما في فعل عيد كمان مرة بعيد كمان مرة شوفت كيف انا اوقعكم شوفت هاي التركات الجزئيات البسيطة الجزئيات البسيطة اللي بتنبن عليها اساسيات اللغة لازم تكون متمكن منها لا يوجد منتاز ولا فعل مستثر ما في فعل ما فيها ما فيها فعل يسعد يسعد يسعدكم اللي بتفاعلوا فرجوا العالم يا جماعة مين طلبتلو اساس حمزة نعيد كمان مرة المنزل واسع المنزل وجميل وين الفعل ما في فعل طيب اساس شو لايد لكا طب اساس شو في طب معقول جملة ما فيها فعل لا هنا بيجي دور اشي اسمه الهيلبنج فيرب الافعال المساعدة بيجي دور الهيلبنج شو ما لها فيرب جملة اسمية ممتاز جملة اسمية ممتاز طيب يلا تعالوا تعالوا معي هون على الفيرب تو بي الفيرب تو بيين عملينهم مراجعة سريعة سريعة عملينهم مراجعة سريعة سريعة يلا عنا اللي هي الفيرب تو بيه طيب عنا عنا ام واس وار هاي فيرب وان طيب الفيرب تو اللي هي واس وير والفيرب ثري اللي هي بيين تمام تمام هذا كانت للحصة الماضية تمام تمام لا يوجه طيب تعالوا هذا طبعا الحصة الماضية احنا شرحناهم تعالوا هسه على ايش؟ على الفيرب تو هاف ركزوا معي فاشقنا عن الفيرب تو بو تدو تعالوا عن الفيرب تو هاف سؤالي لكم طبعا هذا معاني التربيح لا لم بس اشرح الفيرب تو هاف رح اجي اقولك يلا تعالوا نسحب ركزوا معي وين 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 موجدين تواصلي معي بعطيك روابطهم تواصله مع الصفحة ما رح يقصروا الشباب والبنات رائعين رائعين نحن الافضل نحن الافضل الحمد لله ما في منافس معنا طيب لفعا المساعدة تحمل زمن ويحمل معنا او حدث ممتاز طيب يلا نرجع نعيد الفيرب تو هاف متى بستعملهم يلا 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 يا جماعة انتم رح تصيروا كمان شوي بعد رمضان رح تصير توجيه رسمي الفيرب تو هاف متى بستعملهم يا جماعة يلا فعل رئيسي بمعنا يجب هديكة هاف تو او هاستو بالمضارع التام ممتاز ممتاز يا عبد ممتاز بس الفكرة اللي بدي اياها بدي حديك طالبي في الشي اللي يقول لي في الشي اللي يقول لي يقول لي متى بستعمل الفيرب تو هاف لما يكونوا مساعد بالبريزن تيرفكت احنا عارفين انه المضارع التام اوكي صح 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 بس لا في اشي انا بدي اياه حدا يحكيلي اياه مش للتام برضو لا يا جماعة لما احكي عن ملكية يا الله الفين وست زعلتوني منكو يا جماعة انا بستعمل البيرب تو هاف بستعمل البيرب تو هاف لما احكي عن اشي انا باملكو يكون عندي اشي ملكي فيه كيف يعني استاذي تعالوا انا بحكيلكو كيف لما انا احكيلكو اي هاف هاف اكا انا املك سيارة انا املك سيارة وين الفعل اللي موجود ممتاز استعمال الملكية ممتاز يا ام بها الدين الترك ممتاز رائعة لما احكي لك اي هاف اكا اي هاف اكا اي هاف اكا طيب لما انا بحكي لكو استاذي هاف هون الهاف مش بريزن بيرفكت هون بريزن او اللي هي الفيرب وان على بريزن سيمبل بس فعل رئيسي مين فيرب اللي هو فعل المساعد كمان اللي حكينا عنه طيب نرجع نعيده يالله على الفيرب تو هاف شه الفيرب وان اللي هو هاز و هاف الفيرب تو هاي فيرب وان طبعا مضارع فيرب تو اللي هي الماضي والفيرب ثري برضو هاد يالله ممتاز صارت فعل رئيسي ملكيه محنا هادر بنحكي له طيب بعد دقيقتين من الان راح اسألكم سؤال ونبلش سحب ركز معي ركز معي استوعد معي شو بنحكي بس انا ما بهمني انك انت بتعرف هاد الحكي بهمني تطبقوا على ارض الواقع بهمني شو يا جماعة ان تطبقوا على ارض شو الواقع انا متأكد انه ال 95 اللي بيحضروا البث حاليا بيعرفوا انه الفيرب تو هاف منها اللي هي هاز و هاف والفيرب تو منها هاد و الفيرب ثري برضو هاد كلنا بنعرف هاد الاشي لكن الفكرة وين بديكوا تطبقوا على عملي على ارض الواقع طيب سهز شغلة سهلة سهز باذن الله انا وانت مع بعض راح نبلش ونفهم ونحل طيب انا الهي والشي والات والسنجولر ناوز واسماء المفرد اللي هي ضمائر واسماء المفرد يلا شو بيوخدين يلا سريع سريع شو بيوخدين هاز شو بيوخدين يا جماعة هاز شو بيوخدوا منهن هاز طب استاذي انا ما فهمت هيك وانا ببصم لك مية بالمية انك انت ما راح تفهم غير لما اكتب لك نثال تعالوا المعلم المعلم هاز هاز عنده طلاب عنده مين طلاب ملكية الطلاب لا مين لا الاستاذ بعيد كمان مرة عشان نستوعب نفهم المعنى نفهم ونصير نحل على معنى الجملة يا جماعة ما نحل بصم هيكة الرؤى الامتحام مش فاهم اشي ما بزبط هذا الحكي يلا نرجع نعيد كمان مرة عنده طلاب او طالب لديه طلاب ممتاز يا امبهاء الدين رائع متفاعلي معنا طيب she has friends طيب شو انه هون قال لي she has friends لديها اصدقاء زميلاتها صديقاتها لاحظ معاي she مفرد شو اخدت has اوكي اوكي طيب i شهو انا ضمائر الجميع يلا بتنا نحكي نسالكم سؤال ضمائر الجميع اللي هم have has we they ragon يلا هكول هي الضمائر الجميع وجود جود م كان ما صديقاته صديقاته ممتاز 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 هدول ضمائر الجميع تأسيسي مرة عبث الحمد لله تأسيسي مرة عبث طيب يا جماعة يلا نشوف كيف بنا نصرفها how to write a sentence using verb to have يلا جماعة يعني قلي I have students أنا عندي طلاب أنا عندي شو طلاب أنا أملك طلاب تمام أنا أملك شو طلاب طيب we have out outstanding teachers أو teacher أنتوا طلابي اللي هم أنتوا لديكم معلم رائع تمام طيب هاي سهل هذا سهل وأمثلتي بسيطة ومش صعبة أمثلتي سهل وبسيطة وإي شمالها مو صابة أبدا أوكي أوكي هذا بالverb 1 رب الverb 2 شو بتأخذ يا قدعان أشو بتأخذ يا حلوين عاد شو بتستعمل هاد في الverb 2 شعني في الverb 2 اللي هي ماضي ماضي يلا بعد ما أشرح الverb 2 رح أسألك سؤال يلا حضر حالك حضر حالك مو صنع حنا عارفينها مصنعة أبدا مصنعة لكن إحنا حكينا تأسيس وبداية التأسيس لازم تكون أساسها قوي حتى تطلع في المابدة تمام يلا رقزوا معي رقزوا معي هسا نيجي نفتح لحه جديد لهاد قل لي all nouns شو معنى nouns and who nouns حضر حالك لنا سؤال هسا يلا تمام all nouns and who nouns شو بتواخد هاد شو بتواخد هاد كيف يعني كيف يعني أستاذ قال لي I had student أنا أملك طلاب I had students أنا أملك طلاب واضحة سهلة سهلة واضحة الله مستحسي سيدنا محمد طيب teacher had student برضو نفسي الفكرة تمام طيب أنا أملك طلاب they had a car إلى آخر سؤاليك يلا نبلش السحب على أول جائزة معانا وهي كالآتي ركز معايا أبوي الفيرب ثري الفيرب ثري يلا هابدأي شرح السؤال يلا نبلش الفيرب ثري هيو الفيرب ثري أحكي أحكي السؤال شو بنرمز له ونرمز له شو بنرمز للفيرب ثري باللغة العربية يلا شو بنرمز للفيرب ثري باللغة العربية يعني إحنا كطلاب لما كنا درسين بالجامعة ترجمة كان يحكينا الدكتور والدكتور الله يساهل عليها كان يحكينا إنه تصريف الثالث إله إشي باللغة العربية علمت له طلاب يلا نشوف في الآن المئة واحد المئة واحد طلاب شو هو الفيرب ثري اللي إيش بنرمز له مع المبنى المجهول لا 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 فعل أمر مفعول به لا مش مبنى المجهول لا يلا شو بنرمز للفيرب ثري ما إحنا عارفين إنه التصريف الثالث للفعل لكن شو بنرمز له باللغة العربية لما بدأ عبر عنه باللغة العربية ليس مفعول لأجلي لا يا رفعنا كمام لو شوبنا من الحماس يلا يا جماعة ممتاز وسيم وسيم ممتاز اللي هو اسم فاعل واسم مفعول به نرمز نرمز للفيرب ثري اللي باللغة الإنجليزية لللغة العربية اسم فاعل واسم مفعول به زي نصر ناصر منصور تمام تيكن مأخوذ طيب يلا من جاوب ناصر صاح من هو اللي يجاوب والله راح وسيم يلا وسيم يلا يلا ها وهيني مغمد ايديك مغمد عيني يلا هي ورقتين طيب واجبت شوور مدبل وسيمو حبيب الأهارتي واجبة شوور مدبل بتشرفنا عجو أكاديمية تفضل عنا عجو أكاديمية نعطيك أحلى واجبة شوور مدبل ومنه بتتعرف على الأسات زي منه بتأخذ جو على المنصة بشكل عام وسيم وسيم هيربح معانا واجبة شوور مدبل اختار ثلاث مطاعم مطاعم بكل مستاذ حمز يعني ما باكن غير من الاسبيشل الاسبيشل اول مطعم اللي هو مطعم المصلي تمام مطعم شوور مصاج وأيضا اللي هو السيران اختار أحد هذه المطاعم ومباشرة هتوصل لك الوجبة طبعا توصل مع إدارة الصفحة عشان تعطيك إياها يلا هاي السؤال الأول ونالك يا جماعة في شغلات زاكية ما بترده ما بترده احنا أستاذ بنعطي علم بنعطي علم وبنعطي كمان تسلاي التعلم والتعليم متعة تمام ركز معاي يلا السؤال الثاني يلا السؤال الثاني السؤال الثاني حبيبي يلا ركز معاي دايما بشارك وعلى الفاضي لا يلا هسا ان شاء الله بإذن الله رح تجاوب طيب هسا أنا عندي كطالب توجيهي لازم أميز بالأفعال يلا ركزوا معاي ركزوا معاي سؤالي إيه لكم أنا كطالب توجيهي لازم أميز هالهون عندي ذرب 2 هالهون عندي ذرب 3 تمام طيب سؤالي إلك هسا يا أستاذ حمزة انت قبل شوي كتبتلي علوح حكيتلي انه الهاد هاي ذرب 2 ايها الهاد هاي شو مالها ذرب 2 تمام والفرب 3 برضو هاد يعني الفرب 2 هاد والفرب 3 برضو هاد سؤالي إلكم أرجع عيد الفكرة عشان تفهموها هسا لو أستاذ حمزة قالنا ان الفرب 2 هاف الفرب 2 هاف موديلز قال مش موديلز يا ربي اللي هو هيلبنك فيرب هيلبنك شو ماله هيلبنك فيرب معناه يملك متفقين أكيد متفقين لكن في شغلة بدي أشرح الكوية هقالي الفرب 2 تاني هاد الفرب 2 وشو مالها هاد طيب والفرب 3 برضو هاد تؤالي إلكم كيف بدي أميز إنه هل هذه فيرب 2 عن فيرب 3 بالجمل بالنص كيف بدي أعرف إنه هانا عندي هاد هانا اللي هي فيرب 2 أو هاد اللي هي برضو فيرب 2 مش كيويردز لا واضحة واضحة واسين بتكيام مع دبس الرمان طبعا لا ما بيحبش دبس الرمان من مفاتيح الحل كيويردز ما بيزر أفعال لا مش حسب الدلائل عنده صوت حمز الميناء وما في إشي اسمه دلائل في إشي اسمه منطق في إشي اسمه فهم في إشي اسمه تحليل ما بيش إشي اسمه كيويرد بالنسبة للفعل اللي بعدها حسب إذا الجملة مقطع أو مقطعين كيف يعني حسب المعنى كيف يعني يا ريان نسبة للفعل بيجي بعديها فعل بالحال الثالثة بيجي بعديها فعل بالحال الثالثة لما يكون الفعل لحاله فيرت ولما يكون فعل الضغير من الزمن أفعال مساعدة من المعنى تبع اليوم لها حسب القائد لا لحد الآن ما في إجابة منطقية في طالب جاوب إجابة منطقية بس قاعد وينه يا رب يكتب يا رب يكتب مش بيكون مجرد لا طبعا حسب صيغة الجم برضو لا يا جماعة ركز معي ركز معي ما عندي أنا بالذات عندي كأساس حمز ما فيش شي اسمه حسب معنى الجملة حسب الدلائل حسب المنطق فيش شي ده كتحلم تحليل للجملة كون ناضي بيكون بيكون بيسر إي من ترتيب الجملة بيجي بعد فعن مساعد ما فيمت مرضو بنكون حفظينهم قال أنا حسب موقع بالجملة ممتاز ممتاز يا بشار لما يكون قبله فعن مساعد بيكون ممتاز يا بشار ممتاز يا بشار عيد السؤال خلص راح السؤال يلا ممتاز يلا بشار تفضل طبعا احنا الشورمة ها خلص هي راحة الشورمة طبعا اللي بعلق يلا ها وهاي غطينا عشان ما تحكوش الحمزي نقل ها في كمان مرة وقعت ها بسم الله يا باي حظك يا بشار يا بشار عادي تتحب مرة يلا عادينا نسحب كمان مرة كريب 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 أور وفل يلا تعالوا اشرح لكم الفكرة او طيه يلا تعالوا اشرح لكم الفكرة والبث أكلوا اكل طيب يا سيد احنا في اول ايشي قاعدين احنا اول ايشي ركزوا احنا قاعدين مناخد علم ثاني احنا بنفيدو الطلاب قاعدين ثالثا قاعدين بنربح مش قاعدين بنرقص مش قاعدين بنتنسخر مش قاعدين بنلعب بنستهل لا احنا قاعدين بنتعلم ومتعة تعليم متعة تمام طيب فيه سؤال ثاني طبعا في سؤال ثاني. احنا ما قاعدين نرقص يا جماعة. يلا. تركز معي. بس الفيرب 2. الفيرب 2 والفيرب 3. الفيرب 2 والفيرب 3. تركز معي. هاي الفيرب 2 هاف. عندي انا الفيرب 2 اللي هو هاد. الفيرب 2 هاي لحالها بتكون بالجملة. لحالها سينجل يعني. اش هاد امعبرها. لحالها بالجملة. طيب. طيب. والفيرب 3. بكون وراها فعل. وراها فعل. ساس كيف يعني شرح لي اكثر. تعال نستوعب اكتر استاذي نحل على المعنى اكتر. تركز. قال لي. هاي من هون. اي هاد. اجوب. تركز معي. تركز معي. قال لي. اي هاد اجوب. هون الهاد شمالها. لحالها بالجملة. ما اشي اي وعراها او قبلها وبعدها. ما في اي فعل. without any verbs. no after, no before. ما في قبل ولا بعدها فعل. ساس اي ركز معي. قال لي. اي هاد جوب. انا كان عندي وظيفة. طيب. she has had a job. هي كانت تملك وظيفة على زمن present perfect وهي useless. ركز معي قليلة الاستعمال في اللغة. قليلة الاستعمال. واحظ معي. واحظ معي. اندي has. مباشرة. وشو جدي بعديها? verb 3. عديمة استعمال. لكنها موجودة. هي موجودة لكن عديمة استعمال. تمام? يعني بيستخدموها لغة الاسلانج. تمام? تمام يا. تعالوا. اعطيكو هذا السؤال. تعالوا. اعطيكو هذا السؤال. طبعا انا تعالوا نرجع للدوسية. طبعا الدوسية موجود فيها اللي هو الشرح. طبعا الverb to have. تمام? نصعد المفعلها في الفعل الرئيسي عندما يليها المساعدة عندما يليها الفعل الرئيسي. هذا المعروفة على الزمن present perfect. اللي هو. I have one. have. واشي يجب بعديها? verb 3. تمام? آآ. have traveled. تمام? اللي هو have. وهذا يجب بعديها verb 3. هاي مش مهمة كتير. يأتي بمعنى يقضي يتناول الى آخرة. مذهز اكاذي هذا لانش. طيب. يالله بلشنا. 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 من وين بتقدر اجيب الدوسية? بتقدر. آآ طبعا نزلت الدوسية بتقدر تبعتولي على المسنجر على الواتساب. وين مكان. باي طريقة. الاستجرام. فيسبوك. تيك توك. يبعت على الصفحة هون راح يبعتولك الدوسية. انت بس ممكن دوسيت استاذ حمزة المناوي. فيش غير اصلا من استاذ حمزة في المنصة. طيب. يلا يا جماعة نيجة على المودلز يلا. طيب. الراهن تحدي? جاهزين تحدي? طلابي جاهزين تحدي ولا لا? هذا صف اول سنة وطلعين اتوجيهي. اللي جاهز للتحدي يكتب تم. نشوف مين ها? جاهز للتحدي راهن. ايه? فيش حدا? ايه. وين العالم? كيف اجيب الدوسية? هسا موضوع دوسية عادي. نهاية اللايف يبنحكي فيه. يلا كيف? يلا. بدنا تحدي نتحدى بعض. يلا. بدنا نتحدى بعض. تم يلا اعطونا تم. كبس يا اخوان نرفع البذل. بالنمي يا جماعة. يا رب اللي بيشوفني على اللايف هسا وبالشركة يجيب لي مي عشان. عشان كتير. ما يخلصت. يا رب يكون بحضر. عشان يعطينا عياد. طيب. المودلز. طيب. تعالوا اللي كتبوا تم. تعالوا اعطيكو المودلز. وورجيك انه انت ما بتعرفهم كلهم. اتحداك ازا انت بتعرف المودلز كلهم. اول شي احنا بنعرف انه المودلز. هايهم. will would can could may might must اولا قبل المست shall should should have to have to has to had to have to has to شو كمان. يلا. اشوف تعرفوا كمان ولا لا بسرعة يلا. هدولة انت بتعرف بس هدول يا استاذي. نسبة من السبعة وتسعين اللي بالمية ممتاز. going to. ممتاز يا عبدالله. be going to. be going to. مصر كتبناها. has to. كتبناها. من عنده كمان. من عنده كمان. اراهل انه تسعين بالمية ما بعرفوا اللي راح اكتبهم. اللي باكتبهم هستع اللوح هدول برضو مودلز. لكن للاسف انت ما بتعرفهم يا استاذي. ركز معي. used to used to ought to need to manage to would rather would rather have better have better اراهنك انت بتعرفهم ولا لا استهيل. may or might حكيناهم. كتبتها طيب من قبلك. والله ما شفت. ركز معاي عمو هدولة اجداد عليك. لهم used to ought to need to manage to what rather have better هدولة 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 الطلاب. انه بس هدولة المودلز لا يا عمي. احنا بتدرس في المدارس كان تدريسهم غلط لنا. تمام? تمام? هدولة هم المودلز يا جماعة هدولة هم المودلز. الول والود والشال والشد والكان والكد والمي والميت والى الاخرة. تمام؟ بس هدولة برضو كمان مودلز. لكن الطلاب ما باخدوهم. ما بعرف ليش. هيك انت اخدتهم معايا استاذ. استاذي انا بحاول قدما بقدر اغني لك معلوماتك في العلم. ارفع لك مستواك باللغة الانجليزية. هيك انت صرت تعرف هدولة. طيب. يام. يا رب اللي بيشوف البث يجيب لك اسميلة نوع تشان. يا جماعة اكتب على البث بالنميلة الاستاذ حمزة مش قادر اشتر. او سبوستو ممتاز. ممتاز سبوستو تولين بس مش مطلوب بمنهاشكو. طيب. ممتاز يا رقية ممتاز طيب. واللاو تو برضو ممتاز. تمام؟ لكن هدولة الاشمل. طيب. ما كتبت مصد؟ لا كتبت مصد مستحيل ما كتبتها. اه مصد يجي هون معهم. ممتاز. مصد. طيب. يلا يجدعان. يلا بدنا مايه للأستاذ حمزة ياريت والله. والله بدنا مايه والله عتشان. والله عتشان كتير. طيب. يلا نخش في موضوع المودلز. يعني نشهدونا المودلز. والله بدنا مايه. محمود. بدنا مايه. يشهد عندي. طيب. يلا يا جماعة الله لا يدوقكو الشعور. جد عتشان مش قادر اشتر اخطعبان. يلا. السازنا ريقو نشف. بدنا مايه بصرة. ازادينكم. طيب. يلا يا جماعة. تدرس من وراي. العب فضحوا بعض على التعليقات. يلا. ركز معاي بستمدلت. رجعنا للدرس. ركز معاي. الله يرضى عليك. اعلم فكرة. مش انه الفعل بعديها مجرد. لا 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 لا. هاي بدنا نعيدها هيك كمراجعة سريعة. انا ما بهمني انك بتعرفها انك بتعرفها من الاول ثانية وعاشر وتاسع بتعرفهم. من هنا يجي لاستعمالاتهم. الله يرضى عليك من هنا يجي لاستعمالاتهم. طيب. يا اكبر فزع يا الله يا جماعة. بعكو النمي. يا رب اللي بالاستوديو يجيبنا يبعت النمي. يلا. ربزوا معاي. سا كل الموديل. شود بي فولود باي بيس فورم. بيس فورم. بيس شو فورم. طيب. شاني فعل مجرد. شمعنى بيس. فعل مجرد. شاني فعل مجرد. يعني لا اي دي. ولا اي ان جي. ولا اس. ولا اي اس. ولا اي اس. ولا اي اي دي. تمام. ولا اي اضافة. ولا اي اضافة. بعيد كمان مرة. فعل مجرد. طيب شاني فعل مجرد. يعني لا اي دي. ولا اي ان جي. ولا اس. ولا اي اس. ولا حتى فيرب 2 أو فيرب 3 من دون أي إضافة ولا إشي هو فعل قيمة هذا الإشي هذا الإشي إحنا بنعرفه أنا ما بهمني هذا الحكي يعني أنت بتعرف هذا الإشي إنه أنت الفعل لازم يجي برس لكن الإشي اللي أنت ما بتعرفه أو بدنا الراجعه كعمل سيري أستاذي أنا ليش بستعمل المودلز أستاذي ليش أنا بستعملهم وما قزلت حالك هيك سؤال لا أعطيكو شغلة في مادة الأدفانست جرامر مادة الأدفانست جرامر أيام الجامعة أيام ما كنت في الجامعة مادة المودلز هاي قعدت معنا تقريبا شهر ونص بس حتى الدكتور يفهمنا المودلز مش لا يكتمل المعنى لا 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 مش هيك قعدت معنا المادة شهر ونص طبعا محسوبك أستاذكو جاب الخمسة وتسسين من المية أعلى واحدة الشعب طبعا الحمد لله والفضل والفضل لربي فقط الفضل لله فقط لا أكثر يلا طيب ركز معي تعال نكتب استعمالاتهم يلا ركز معي والمستقبل عقلت البنات مستقبل يا أستاذ هسا بنطول بنات الأستاذ ليش تتنمر علينا أستاذ البست محفوظ طبعا البست محفوظ طيب يلا الود المو ماضي كان وقد كان قدرة طبعا وقد بالماضي في ناس تحكي أنا بالمستقبل لا يعمي بالماضي هيا جماعة طيب كد برضو قدرة واستطاعة ماي طلب مؤدب ماي والمايت طلب مؤدب طيب طيب مايت برضو ماي ومايت طلب مؤدب الشال بتعرف إنه الشال إلها two uses two uses in English language أول إشي اللي هو المستقبل وبتستعمل بلغة القانون the tenant shall pay كمان بلغة القانون اللي عنده حدا محامي كذا إحنا قاعدين بنترجمهم بلعدته يا حكت لي أول وانا قلت لها ما بدي أحضر بسسلو بستاذ حمزة رهع ما شاء الله رفع بها تحضر الشد يلا بنربح بطاقة يلا الشد سريع 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 يلا الشد لأيش بتستعملها يلا أول واحد بيجاوب راح أسحب عليه مباشرة الشد انتو بتعرفوها سري سري خلينا نحمس نحمس الموضوع يلا شد الشد من ميلة لأستاذ حمزة والله يا ريت بدي ميلة والله اللي عزيزين عشان لا الأمر لا مش أمر ولا ماضي الشد لأيش بنستعملها ممتاز يا أم سيف الدعجة ممتاز ممتاز لنصيحة ممتاز ممتاز أم سيف الدعجة أو ريان أم سيف والتنان راح يربح بحطينا نفس الجائزة تمام؟ طيب يلا يلا نشوف نشوف بطاقة أم العشر دنانير ريان حكينا ريان والدعجة ممتاز بطاقة أم العشر شو؟ دنانير ممتاز اللي بيحكي قال بحصة أكل لا يا حبي مش هلست أكل هاي بطاقة فضل عيني بس جبونا مي اكتبونا مي للأستاذ حمزة إن شاء الله تشطي يلا طيب عنا يا جماعة مصد جبار عنا هاف تو هاستو هاتو ضرورة تمام؟ ضرورة تمام؟ يلا ضرورة هاف تو ضرورة هاستو برضو ضرورة ضرورة طيب بي جونك تو مستقبل مستقبل تستعملهم لشو؟ للمستقبل بدنا مي بدنا مي طيب ركز معي أستاذي ركز معي عشان أفهمك إياها أكثر ركز معي I will study English I will study English I will study English لاحظ معي will هنا شو بتقول لي عالمستقبل مستقبل spontaneous decisions future طيب يجماعة راح والله لا ربحك والله العظيم الكل لا يربح يلا I can study English أنا بقدر هنا أدرس لغة إنجليزية I can شو ما أنا I can أستطيع دراسة اللغة الإنجليزية أستطيع دراستها هنا قدرة ability قدرة طيب منتاز طيب I have to study English I have to study English أنا لازم علي ضرورة إجبار هنا necessary هي ضرورة إجبار تمام هيك الفرق يجب علي ممتاز رائعين هيك بنميز باللغة يا جماعة spontanea ممتاز يا ريان شوفت كيف يا أستاذ اللغة الإنجليزية على الفهم لازم تنفهم أنا بستغرب كيف بيحفظوا الطلاب كيف يعني يعني بيخلوا الطلاب يبصم حي أنتوا لحالكم بجوز هنا ما صدناش عشر دقائق شرحينها وانتوا لحالكم ترجمتوا معنا الجمل فهمتوا فهم ما حفظتوا حفظ هذا اللي بدي يا أنا دواني يلا استعبتوا علي طيب طبعا أكتب عندي المودلز هسا 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 وذكروني فيها الفصل الأول مع الثاني ركز معك موضوع المودلز موضوع ضروري ندرسه حكيت لكم وطبعا أنا حكيت لكم وتأكدت وراهنت عليكم وراهنت على مية طالب قلت لكم هدولا مش المودلز اللي انتوا بتعرفهم أعطيتكم كمان أفعال ركز معي المودلز طلع كم من قاعدة داخلي فيهم المودلز والله ما يجبت مي ولا إشي والله لا مي ولا ما يحزنون والله لا مي ولا ما يحزنون طيب أول إشي في قاعدة في قاعدة في قاعدة في قاعدة اللي هي الكونديشنال سنتنسز في قاعدة الوش أنا حاليا قاعد مع الطلاب في طلاب اجداد عندي دخلوا على المادة على البطاقة على جو أكاديمي بحكولي أستاذ احنا ما بنعرف المودلز متفاجأ كيف طالب توجيهي لحد الآن مش عارف المودلز أنا بحكي من حرقة يا جماعة يعني يعني هاي احنا بلشنا في هاي القواعد هاي شايفين المودلز الموضوع البسيط شايفين الموضوع البسيط هاد الموضوع البسيط بإش داخل بات بريبورت كونديشنال وش طيب روحي شرب ماي من التسلب اشترك البث طيب متفاجأ من طلابي اللي على البطاقة اللي ماخدين فاصل ثاني هسا بلشنا فاصل ثاني فبلشنا قاعد براقشهم وما نقشهم بقولهم يعني المودلز هيك هيك بيقول شواني مودلز رجعت عدي الدرس طلع رجعت عدي الدرس أنا شهر حول جيل 2005 أيام ما كان وتوجيهي شهر ثلاث زي هيك السنة تخيل معي قداش كان الموضوع مؤلم مؤلم بالنسبة لي كمعلم وما بلك يكون كطالب تمام فالله يرضى عليك أدرسهم مهمات جدا جدا بدنا سؤال يلا أحلى سؤال احنا ربحنا ثلاثة يلا اليوم أنا بدي أمون على جو أكاديمي جو أكاديمي أكيد ما رح يحكولي لا بدي أربح كمان بطاقة يلا طلع عندي هون يلا عالقوا بدنا مي ورطط مع يلا آخر سؤال هسا بنا نضاجع ندرسهم وبعدين أعطيكم سؤال وننهي خلص خلص بس بدنا مي يكتبونا بدنا مي للأستاذ حمزة هسا ملاحظات سريعة احنا منعطي عندناك وروح نكمل السئلة بدنا مي طيب يا جماعة أنا بس دقيقة موفيش كمان لا بزبطش أطلب يسعدكم يسعدكم جو أكاديمي الفعل الذي ينتهي باي الفعل الذي ينتهي بشو باي يتم حذف الحرف عند إضافة ING ركز معاي أستاذي عندي الفعل LIVE LIVE بايش انتهى بايش انتهى بايش انتهى بانتهي بING حذفت بعيد كمان مرة بعيد كمان مرة للي سرحان بالسقف لما بدي أضيف ING إذا كان الفعل ينتهي باي بحط ING بحط شو ING بحذف الإي أوكي أوكي هذا انتهى موضوعه انتهى اللي بعدي يجب تضعيف الحرف الساكن الإخير إذا كان مسبوق بحرف علا شو واحد تمام بحرف علا شو ما له واحد شو حرف العل B-O-I-U-E-A يلا ركز معاي ركز معاي ركز معاي أنا عندي هذا الفعل بيجن تمام يلا بدي أضيف ING بدي أضيف ING بدي أضيف ING حسا ال-N بايش سبق حرف علا ولا حرف ساكن بحرف علا بعيد كمان مرة لما الحرف الساكن الاخير تمام لما الحرف الساكن الاخير يصبق بحرف علا واحد بضاعه في الحرف الساكن بضاعه في الحرف الساكن بضاعه في الحرف الساكن كيف أستاذ شرحلي أنا مش فاهم تعال عندي الفعل بيجن حلو حلو يلا لما بحط هي الإن وراها شو AI حرف I شو بساوي بضاعه حرف ال baseball beginning طبعا عنا swimming عنا bligning عنا ّ sitting اوكي اوكي تمام يلا نيجي للسؤال واخر سؤال رح يربح معانا كمشت هدايا حلوة الله يرضى عليكم يا جماعة يلا ركز معي يلا اول واجب او مش اول واجب يلا من الحل الجملة الاولى اترى طالب بيعطيني حلها مباشرة بوقف بقوله تعالى تفضل كيف يعني قعد كتابة هدا الجملة للغة الانجليزية رأيت الرجلة في المنزل يلا بعدين فيرب بعدين اوبجيكت يلا يابوي يلا اسرع واحد بعطيني حلها رأيت الرجلة في المنزل سبجيكت فيرب اوبجيكت اراقب التعليقات فقط اراقب التعليقات فقط ممتاز يا اروة خليكوا سريعين معاك اروة ممتاز يا اروة ممتاز يا اروة ممتاز رأيت الرجلة في المنزل ممتاز ممتاز كفو اروة يلا نسحب نسحب وفيه سؤال فيه سؤال والله غير اربحكم تفضلي معانا على حصص التوجيه فتح حصص واختبارات مجانية موجودة على جوة اكاديمة المدرس الالكترونية هي مدفوعة انت راح تخضيها مجانا راح تخضيها شو مجانا تمام طيب يلا ممتاز يا اروة رائعين رائعين مبدعين خذونا بالله سكرونات شد تبعتولي على الانستجرام ركزوا معي ضفونا على الانستجرام هون سكرونات تبعتولي اياها الورجل العالم من طلاب الأستاذ حمزي تعالوا هاي اسمي خذونا بالله سكرونات حلوة بعتولنا اياها تمام طيب يلا هسه اروع عشان تخديهم اتواصلي مع جوة اكاديمي اتواصلي مع جوة اكاديمي يلا اخد كمان مثال هدا اسمي الالانستجرام خذونا سكرونات شد نعملها شيرينج عشان الطلاب اللي ما شافوا وما عرفوا كيف طبيعة شر احنا كيف احنا بنضحق ومنمزح وبناخد علم كيف احنا بنحترم قيمة العلم من دون قلة حياة رأيت الرجل في المنزل رأيت الرجل وين في المنزل يلا جماعة مين اللي رأى اللي هو انا مين اللي رأى انا هل يبقون طيب اي ستا ديمان الدي هاوز طيب تمام طيب يذهب علي الى المدرسة يذهب علي وين الى المدرسة طيب يسلمه ها اخير ما وصل لنداء الاستغاثة يعني اه ايش فخيم طيب ركز معي اي سو ديمان الدي هاوز طيب يذهب علي الى المدرسة يلا وين الفاعل هو علي علي goes to school يلا ضل سؤال ونربح كمان اجابة اكل الولد والاكل يلا مين يحل اللياحة طبعا ما عليها جائزة بدأ اشوف الاخطاء تاعدكم نشوف مين اللي رح يغلط يلا اكل الولد والاكل يلا يا جماعة ممتاز بنت عمي اهلا وسهلا طقا اهلا وسهلا ولا ايه والله في قرائب ايه بيحضروا هون اهلا وسهلا the boy eats the food ممتاز يا ريان ممتاز ممتاز رائعين 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 the boy eat the food طيب يصبح خارج كل يوم هاي برضو ممتاز ركز معي يلا اخر سؤال بدانين هي في حصتنا واخر سؤال منشتر عليه ركز معي ركز معي select شو معنا select حدد the element شو معنا elements عناصر of following sentences الجمل التالي حدد عناصرها كيف يعني حدد لي هاي سبجكت ولا فيرب ولا اوبجكت طيب السؤال السؤال هادا لكم قال لي he is playing football طلع انا كيف بدي احل وانت ريبيت وانت كرر كرر اجابتك he subject is helping verb playing المين verb الفوتبول هاي object متفقين متفقين طيب احمد احمد to succeed احمد subject الفايت اللي هي verb يقاتل to succeed هاي شو بنحكيه لهاي الله جوابوني السؤال كمان مرة السؤال كمان مرة السؤال كمان مرة قال لي احمد fight to succeed in his life احمد subject fights اللي هي verb to succeed ايش هاي يعم شو رأيكم شو رأيكم مش في المساعد لا ولا مصدر لا يلا شو رأيكم ولا دلائل فيش اشي اسمو دلائل ولا مصدر لا ويمش طبيعية طيب ولا object لا فعل ثاني رامة ممتاز رامة ممتاز رامة رامة خزعلة مش فعل مساعد لا فعل ثاني بالجملة فعل ثاني بالجملة ممتاز هي الفعل الاول للشرط ما حكت مرضو اللي هي منان تساكسيد اللي هو فعل ثاني تمام يوم يوم خصم 10% على اي بطاقة خصم 10% على اي بطاقة ممتاز رائعة رائعة والله اليوم كتير ربحنا شيء والله اليوم ربحنا بطاقة ربحنا مدوسيات كريب وبطاقة من 10 دانير واجبة تشوير مدابل رائعي طيب الله يرضى عليك يا رب انبسطت بشوفتكم حبيت تفاعلكم حماسكم البطاقات بلشتنا بيها نحنا في المكاتب جميع تأسيس بلشت تنباع نصيح لوجه الله تعالى خذ الأمور سريا صلي خذ الأمور جدية نحن منمزح ومنضحك لكن تنساش تنساش مستقبلك هذا اللي انت قاعد بتعمله حاليا انت بتحضر معي احنا قاعدين بنتعلم وجنب التعلم فيه متعة بنمزح بنضحك بنغير أجواء تمام بس لا تنسى أستاذي لا تنسى مستقبلك بستاهل منك أكتر أنا بشكرك انك انت هسا احنا بشهر اثنين احنا 26 اثنين هاي 26 اثنين تمام انت لما توصل توجيه لسي ضيلك شهر ثمانية انت من هسا قاعد بتحضر حالك اننا بنضيع اجرامنا حسن عماله ما راح تعبك يضيح واذكر تماما أستاذي الانجليزي فهم مش حفظ الانجليزي بده متعة متعة تمام طبعا يعطيك العافية أستاذ أول حصة معك الصراحة فهمت وبنفس الوقت استمتعت أستاذ في حصة بنأسس حانا في كتابة التعبير طبعا موجود يا تقا الله يرضى عليك يا رب بنمزح بنضحك لكن تنساش انه احنا بدنا ننجح نصيحة لوجه الله أستاذي نصيحة لوجه الله لا تكسر خاطر أبوك وإمك يوم النتائج يتعب من هسا عشان تفرعهم وتورجيهم انك انت جد تستاهر انك انت تنجح تمام يا أستاذ أنا أخوكم ومحب لكم تمام جدا قريبا من الطلب بسمع لهمهم إلى آخرة لكن لا تنسى أستاذي لا تنسى مستقبلك استحق الأفضل منك أنا موجه إلك مساعد أخ طبعا إحنا موعدنا يا جماعة يا جماعة اللي بسأل عن الموعد إحنا موعدنا أحد من الخمسة للستة لعيون 2006 واضحة من الخمسة للستة لعيون 2006 أنا الأستاذ حمزي برضو مدرس أجو أكاديمي مدرس مدرستين تمام خاصة في عمان وبإذن الله معكم حبة بحبة حتى نوصل على الألام الكاملة طبعا بتقدر تفتحه نتائج السنة الماضية عندي طالب إجابة 200 199 اسمها ملك سلامة تحياتي إلك يا ملك إذا كنت بتشاهدينها وبنخال تجاب الأول على مدرسة الحكمة كان طالب عندي طالب يوفقكو يا رب أنتو من الآن لك تكون من الأوائل بإذن الله تعالى إيد بإيد مع بعض مع بعض بإذن الله تعالى يلا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايا سبحانك الله وبحمدك نشهد إلا الله أنت نستغفرك ونتوب إليك سي يو الدوثية موجودة في كل مكاتب المملكة والله ما شاء الله عليكم ستوبك ممتع ورائع طب الله يسيدكم يلا جيد لك يأتوكم العافية